اهلا بكم متابعي جنو توكس تعد توزيع الديبيان ومبني عليها من اكثر انظمة التشغيل ثباتا واستقرارا لقوة بنيتها وكذل اعتمادها سياسة اصدارات طويلة الدعم للنواة والخزم والبرامج وذلك لمنح المستخدم راحة اكبر في استخدام النظام لاطول المدة الممكنة لكن هناك من يعيب هذه السياسة من حيث تقادم نسخ البرامج خاصة والتي تبقى متجمدة لمدة خمس سنوات كاملة الا بعد البرامج القليلة التي يتم ترقيتها لنسخ احداث في هذه الحلقة سنتعرف على مثبت حزم وبرامج امكس والذي تعتمده توزيع امكس لينكس وهي الاخرى مبنية على دبيان المستقر لكن ومع ذلك توفر هذه التوزيع مجموعة من الخيارات لتثبيت نسخ احداث من الحزم والبرامج دون التفريط في استقرار وثابة النظام في البداية سنفتح مثبت حزم امكس سنجد في الاعلى مجموعة من الخيارات اولها هو popular app والذي يوفر اهم اشهر البرامج التي يحتاجها المستخدم ويتم تنظيمها في اقصام لكي يسهل تصفحها ولتثبيت ما تحتاجه منها يكفي اختيار ما تشاء من البرامج ثم نقر على زر التثبيت في يمين اسفل البرامج القسم الثاني وهو يمثل المستودعات المستقرة stable repo والذي يعتمد على مستودعات دبيان المستقرة وبالتالي ستكون بها نسخ البرامج والحزم قديمة نوعا ما لكن بالانتقال الى القسم الثالث والذي يمثل مستودعات امكس الاختبارية فهنا سنجد البرامج بنسخ احدث من تلك المتواجدة في مستودعات دبيان المستقرة والذي يمكننا من خلاله تثبيت البرامج او ترقية البرامج المثبتة لدينا من قبل وكما تلاحظون فالبرامج المثبتة والتي تتواجد منها نسخ احدث في مستودعات امكس الاختبارية يتم وضع هذه العلامة او السهم بجانبها كاشارة لامكانية ترقيتها ولكي تستعرض البرامج والحزم التي يمكن ترقيتها فقط يمكنك الذهاب الى هذه القائمة واختيار upgradable كما تشاهدون يتم الان عرض البرامج والحزم المتاحة للترقية فقط وانا ساختار بعضا منها مثل برنامج game مثلا وبرامج اخرى ولضمان تثبيت ما تحتاجه هذه البرامج من حزم واعتماديات يجب تفعيل هذه الخاصية في الاسفل والتي تمكن من تثبيت كل الاعتماديات الضرورية التي يمكن تنزيلها مع البرامج التي يتم تثبيتها او ترقيتها للاشارة فعند العمل على مستودعات امكس الاختبارية عليك فقط القيام باجراء واحد اما التثبيت او ترقية لا يمكن الخلط بينهما في اجراء واحد اي يجب ان تختار البرامج والحزم التي تريد ترقيتها وبعد الانتهاء من عملية الترقية يمكنك اختيار البرامج التي تريد تثبيتها بعد انتهاء عملية الترقية من مستودعات امكس الاختبارية ننتقل الى القسم الرابع والذي يمثل بوابة خلفية لديبيان وهي مستودعات رسمية من ديبيان توفر برامج وحزم احدث ويمكن التثبيت والترقية من خلالها بنفس الطريقة التي استخدمناها في مستودعات امكس الاختبارية مثلا انا هنا ساقوم بترقية برنامج المونتاج open shot الى اصدار احدث بعد الانتهاء من هذه الترقية سننتقل الى القسم الاخير وهو الخاص بمستودعات فلاتباك ولمن لا يعرف فلاتباك فهي تقنية او طريقة تحزيم من تطوير شركة الريدهات والتي ترمي من خلالها الى توفير برامج تحتوي جميع الحزم والاعتماديات التي يحتاجها ذلك البرنامج للعمل وذلك لتفادي اي مشاكل عند تثبيت البرامج لكن هذا الامر جعل حزم البرامج يكون كبير بعض الشيء بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في نظام جنون لينكس ومع ذلك يبقى توفير مستودعات فلاتباك مفيد جدا للحصول على برامج احداث والتي قد لا تكون متاحة عبر مستودعات اي ميكس الاختبارية وحتى عبر بوابة ديبين الخلفية مثلا انا قمت بتثبيتي اخر نسخة من كيدين لايف وايضا برنامج التحريك انفي وهو غير متوفر في المستودعات السلفة الذكر بالاضافة الى برامج اخرى كبرنامج منادي والبشير لهذا وكما ذكرت فتوفى مستودعات فلاتباك في مثبت الحزم اي ميكس يمنحك خيارات اضافية لتثبيت برامج احدث على نظامك وهذه واحدة من الاسباب الكثيرة التي تجعلني اعتمد هذه التوزيع الممتازة في عملي اليومي بالاضافة الى باقي ادوات اي ميكس المختلفة والتي سنتطرق لها تباعا في حلقة اخرى ان شاء الله كما تطرقت الى واحدة منها وهي تقنية CH Root Rescue Scan والتي تمكنك من الدخول الى توزيعات اخرى مثبتة على نفس الجهاز لاصلاحها او لترقيتها ستجدون رابط الحلقة في الاعلى او في الوصف او عند نهاية هذا المقطع كان هذا كل ما لدينا حول مثبت حزم وبرامج ام اكس اتمنى ان تكون الحلقة مفيدة لكم شكرا على متابعتكم ودعمكم الى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر